مو آني مو كلامي هو كلام السيد مقتد الصدر قال بئسة الثورة هذه القاتل والمقتول في النار هو يقول زين طيب بعدين صدروا بيان هذا يسموه وزير الصدر منه وما أدري يعني يفد اسمه أمي وخيالي بأنه المقصود مو أنه المقتول من عندنا بالنار وإنما من عندهم من عندهم شون تقول القاتل والمقتول القاتل والمقتول يعني طرفين يتعاركان يتخاصمان يتحاربان يتقاتلان ويسقط منهم من الطرفين قاتلوا مقتول خلصت نيناتهم بالنار التعقمت على اليوم يعني صرت قزيم الجنة والنار يوم القيامة وألقتهم كلهم بالنار هذول الشباب اللي هم فقرة المساكين هاي المشكلة يعني انت شوف شوف استه خالد فد خلي أوضح هاي النقطة الفقراء والمعوزين والمتعبين بالعراق اجوا ذول الميليشيات عملاء إيران يحكمون للعراق خلوهم يبحثون عن مكان آخر يؤون إلى وين رحوا ورحوا للتيار الصدري بينما تشرين بوعيها وولائها وانتمائها للعراق وعظمتها لأنه أنا قاري التاريخ كوليزيا وعارف العراق من قديم الزمان من قبل 8000 سنة أعظم ثورة في تاريخ العراق ثورة تشرين لا أريد أن أقارنها بأي ثورة أخرى بكل المعاني معاني الولاء معاني الوفاء معاني الحب للعراق والدفاع عن هذا البلد ما قدروا يبلورون إطار أو حزب واحد أو جهة تستوعب هذول المساكين الفقراء اللي ما عندهم خيار راحوا للتيار الصدري وإذا بيهم القاتل والمقتول في النار المفروض إحنا نستوعبهم المفروض لأنه أكو وعي بهذه الثورة مو همجون رعاء أو باش ينعقون خلف كل ناعق لا وإنما اللي قادوا واللي مشوا بقضاء مشروع تشرين ناس متنورين وعين فاهمين وليسوا أغبياء طيب لماذا لا ننضج مشروعا كي يستخطب هذه الملايين من فئات الشعب العراقي المساكين ليش الخيار صار فقط أطار يا تيار أطار اللي هو ميليشيات له تيار صدري لماذا يعني مثل إحنا الآن تجربة ويقولون الشباب دائما نطينا من التجارب مثل ما شئنا قبل بأيام صدام حسين له نظام صدام حسين له أمريكا زيان المشروع الوطني غائب بينما المشروع الوطني الآن موجود لكنه لا يحظى بدعم لا دولي لا عربي لا حتى عراقي من المتمكنين وأقصد ثورة تشرين للأسف